مشاهدين الكرام حياكم الله من أهم ما يميذ هذا المؤتمر الدولي للمناخ هو الحضور الشباب المصري في هذا المؤتمر بشكل مبهج يدعو لفخر كل المصريين لكن هناك صورة أكثر إيجابية تم رصدها اليوم في لقاء سيادة الرئيس صباح اليوم هنا بعدد كبير من الشباب هو الشاب محمد إيهاب كان صاحب فكرة رائعة للغاية تبنها سيادة الرئيس في ظرف قياس للغاية تحولت هذه الفكرة إلى فكرة ناجحة على أرض الواقع نتحدث تقريبا عن 36 شهر فقط سنتعرف عن طبيعة هذه الفكرة وما وصلت إليها لأنها تكسيد عمل فكرة الطموح حينما يملك الإنسان الطموح والإرادة يستطيع بسهولة أن يصل إلى ما يريد محمد تحياتي لقائك اليوم مع سيادة الرئيس كلنا تابعنا دينا انطبع مبداي كيف كان طبيعة هذا الحوار الذي تم بينكم سيادة الرئيس النهار أهلا بحضرتك في البداية وطبع تشرفنا بزيادة سيادة الرئيس النهار وزي ما تعودنا منه بالدعم والتحفيز لكل الشباب ودي مش أول مرة لأن احنا نلتقي بسيادة الرئيس لتقنا بيه أول مرة في 2019 وفعا نتلقينا منه نفس الدعم والتحفيز وده اللي وصلنا لحد دلوقتي ان احنا في المكان اللي احنا فيها دلوقتي بالتوسعات وبالدعم اللي احنا وردينه ما لحاجة على الفكرة بس هو سألك قالك انت وصلت الفين دلوقتي حياتي نجحته ولا لا؟ اه احنا ذكرناه بالمقابلة الأوانية بتاعة 2019 لما قلنا حتى بشكل خاص ان احنا نكون بنشتغل مش بالسكوترز الكهرباء بس نكون بنشتغل بالدرجات الكهربائية وفعا نتذكر كده وكان بيسألنا بقى احنا وصلنا لأرقام عاملة ازاي دلوقتي عاوزين نوصل للفكرة بقى ونعرف المشاهد طبيعة الفكرة جات في خيالك ازاي والخطوات اللي انت سرت فيها احنا شركة عبت مواتي احنا شركة مصرية منتأسسة بشباب مصريين في بداية 2019 بنحاول نحل جزء من شبكة المواصلات بالأخص الجزء الخاص بالمشاوية القصيرة اللي بتكون تحت 8 كيلو دي بيتمثل 70% من مشاوية في مصر بنحاول نحلها عن طريق استخدام الاسكوترات والعجلة الكهربائي بيبقى موجود على الابليكيشن العميل بيبقى عارف اللوكيشن بتاع كل اسكوتر وعجلة على برضة قد ايه بيقدر يسكان كيلو كود على اسكوتر والعجلة يوحل وجهته يقدر يقفل يحلق اول ما بيوصل لوجهته من خلال الابليكيشن بعد كده اي عميل تاني يقدر يستخدم نفس اسكوتر والعجلة وعشان كده بيقال عليه التنقل التشاركي هل دي فكرة احدية يعني انت بس فكرت فيها ولا معاك شركاء اخرين من الشباب لا طبعا معي كنا بدأنا بتلت شركاء كماني السويني ومحمد المنصوري وباس الماجد شباب من نفس سني هم وجدين هنا محمد اه بالزبط هم وجدين ومشاركين وعندهم فعليات كتير بنحاول نشارك فيها ومسابقات وبدأنا زي ما قلت لحضرتك في 2019 مش عاز احسيدك قولي جالك استثمارات كتير في رجال اعمال تبنوا معاك الفكرة اه الحمد لله والاستثمارات مش هقول لحضرتك كمان جال اعمال لا احنا اخذنا استثمارات من الحكومة كمان من سناديق تابعة ليه وزارة التعاون الدولي وفلك استثمارات ويهيئة استثمار وده هم اللي كانوا تبنونا كحضرينة اعمال في البداية وده اللي دعمنا فعلا في البداية عشان نقدر نكمل وده كانت الخطر الاولى مش عاوز اقول لك الرقم الكولي كامل بس يعني رأس يمار الشركة وصل لطموحك كنت تتمنى؟ اه الحمد لله يعني احنا كبرنا اكتر من 30 دعف من ساعة ما بدأنا وصلين دلوقتي الاكتر من نص مليون رحلة اكتر من 300 الف عميل احب اقول لحدك بما اننا في مؤتمر تغير المناخ فالنص مليون رحلة دول وفرنا 65% منهم كانوا هيتعاملوا برحلات عابريات معنا ان احنا وفرنا اكتر من 250 ل300 الف رحلة عابرية في خلال بس سنة ونص عمل على الارض التلوس والبنزين ووفرنا؟ احنا وفرنا حاليا اكتر من 50 الف كيلو جرام من ساني اكسيد الكربون او الانبعثات الكربونية بشكل عام محمد ممكن شاب يسمعك ولك والله انت محظوظ انت قابلت الرئيس والرئيس تبنى الفكرة طب مش كل شاب في مصر عنده مشروع حيروح للرئيس شخصيا تقول ايه لكل شاب بطموح عنده رغبة في ان يثبت وجوده وعنده فكرة في خياله ونفسه حقا طموح احنا طبعا كنا بنقول نفس الكلام برضه في البداية بس يعني احب اقول لأي شاب ان احنا الحمد لله بمجهودنا ادنا نوصل وادنا نبين مشروعاتنا للنور ومن غير مجهود ومن غير العائل اللي احنا حطناه ما كناش هنعرف نوصل فاي حد هقوله نكمل سعي وهيجي يوم ان احنا نوصل وبالذات الحكومة حاليا حتى نصب ايونها على الشباب سواء في الشركات النشأة عندنا حضنات اعمال كتير اللي هي علاقة بالحكومة وسناديق استثمار كتير طالع من الحكومة فهو ده اللي احنا بنطمح له ان شاء الله وانا فخور ناجرات مانكز شكرا جدا حضرتك وانا تشرفت به حضرتك محمد فعلا تجربة عملية على ارض الواقع لكل شاب بالطموح في مصر لديه رغبة ولديه هدف وعنده الطاقة ليثبت وجوده المجالات مفتوحة وجهات وهيات متعددة استطيع من خلالها التعامل معها حتى استطيع ان تتحول هذه التجربة على ارض الواقع الى شيء ملموس وواقعي وعملي ويعكس طموح الشباب المصري هنا في هذه المنطقة الخضراء عدد كبير من الندوات واللقاءات لا علاقة مباشرة بهذه الافكار الشبابية في كل القطاعات وفي كل المجالات